طيب يا كريم نروح بقى من أخبار النادي الأهلي لمقر جريدة الجمهورية ومراستنا مريم ساميح وحنتابع أكيد آخر الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع المختلفة وحيكون معها لقاء مع الأستاذ ياسر الشراوي الناقد الرياضي مريم صباح الخير في البداية أكيد كل جمهور الأهلي وعشر الصبح تحديداً بيتابعوك وفي كذا خبر صراحة مهمين جداً من سكاينيوز أريبيا بيتكلم عن الأرقام لغة الأرقام تحديداً فيما يختص موسيماني والأهلي المصري وشد انتباهي كمان من جريدة الجمهورية للمنشطة اللي بيتكلم عن أول تعليق من ميبابي بعد تسببه في خروج فرنسا من أمم أوروبا كلنا أكيد فاهمين دليل أن هو أهضر رقلة الترجيح الحاسمة يعني والأسف بسببها تسبب في خروج فرنسا يعني من البطولة فضال يا ماري صباح الخير عليك يا نهواند صباح الخير يا كريم وبصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان يوم جديد جولة صحفية جديدة من داخل جريدة الجمهورية يعني أنا هوند كل العنوين اللي انت تكلمت عنها الحقيقة هتكون معانا وكمان عشان نتناقش فيها بشكل أكبر ويعني موضوعية أكبر هيكون معانا كمان خلال الجولة الأستاذ ياسر الشرقاوي الناقد الرياضي بجريدة الجمهورية ولكن خلينا قبل بدء جولتنا الصحفية نفكر كل مشاهدينا بجدوى المباراة اليوم الحقيقة هي يعني مباراة واحدة فقط في منافسات يورو عشرين انجلترا وألمانيا في تمام الساعة السادسة مساء وكمان السويد وأوكرانيا في تمام الساعة التساعة مساء أما بالنسبة لعنوين الأخبار اللي هتكون معانا النهاردة فهيكون منس كاي نيوز عربية موسيماني والأهلي عندما تتحدث الأرقام كمان من جريت الجمهورية أول تعليق من بابي بعد تسببه في خروج فرنسا من أمم أوروبا أما بالنسبة لصحيفة الرياضية السعودية انجلترا تقوم ذكريات خمسة وخمسين عاما والعنوان الأخير اللي هيكون معانا النهاردة فيه جولتنا الصحفية من أخبار اليوم ميسي وحطم التاريخ بتربعه على عرش الكرة الأرجنتينية طبعا كل العنوين دي هنناقش فيها ضفنا العزيز الأستاذ ياسر الشرقاوي الناقد رياضي بجريت الجمهورية طبعا بصبح لك في البداية منورنا ومنور شاشة قناة النادي الأهلي يمكن العنوان الأول النهاردة بنتكلم عن موسيماني أرقامه اللي حققها مع النادي الأهلي خاصة بعد التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا والفوز على الترجي ذهابا ويابا المرة الأولى في التاريخ يمكن أكبر سلسلة انتصارات لموسيماني في مشورة مع الأهلي بـ 11 مباراة متتالية حقق الفوز كمان في 35 مواجهة فيما تعادل يعني يمكن في لقاءات يعني وليلة جدا وأحرزت كتيبة موسيماني 84 هدف في مشوره منذ توليه في شهر أكتوبر الماضي أولا صباح الخير على كل الناس اللي في الستوديو صباح الخير عليكي يعني طبعا موسيماني عمل مع النادي الأهلي إنجازات حلوة جدا من ساعة ما مسك في أكتوبر اللي فات تقريبا خد بطولات كتير مع النادي الأهلي يمكن ما كملش سنة تقريبا لغاية دلوقتي أرقامه طبعا جيدة جدا ما حدش يقدر يقول إن موسيماني مدرب أي كلام بالعكس ده دمحها نتائج هيلة ولسه قدامه إنه يحقق أكتر يعني ما حدش يقدر يقول إن موسيماني وحش أو حاجة يعني ممكن آه في مباريات كتير الأهلي ما بيبقاش هو الأهلي اللي احنا منتظرينه الأداء بتاعه بس في نفس الوقت الراجل الماشي كويس عارف هو بيعمل إيه عارف يلعب الفرق الكبيرة إزاي عارف بيدخل أي مطش وعارف هو عايز إيه فطبيعي يعني نتمنى له النجاح دايما ونتمنى إنه هو ياخد بطولة أفريقيا تاني ونشارك في كاس العالم طبعا إن شاء الله أكيد طبعا من جارت الجمهورية يعني مبابية نجم منتخب فرنسا يمكن شايف إنه هو أخفق في مباراة الأمس أمام منتخب سويسرا فيه كأس أمم أوروبا كمان ده طبعا يعني بسبب إنه هو أهضر يعني رقلة الجزاء الأخيرة اتأسف للجمهور عبر حسابه على تويتر ولكن هو شايف برضو إن دي مخاطر رياضة بشكل عين هو طبيعي يعني مبابي هو يمكن نجم فرنسا دلوقتي الأول بس هو سنو صغير طبيعي إنه ممكن أي لعيب يضيع ضربة جزاء شفنا الكلام ده كتير على مدار التاريخ ونجم أكبر من مبابي زي روبيرت واجيو فيه لعيبة كتير جدا يعني أهضرت ضربات جزاء هو طبعا بيلوم نفسه لأن منتخب فرنسا كان مرشح الأول سويسرا برضو منتخب مش في حاج منتخب فرنسا بس يعني هو طبيعي إن ده يحصل طبيعي إنه هو لازم يبقى متدايق بس هو مع الوقت حينسى الكلام ده وحتبقى مجرد ذكريات هو لعيب هايل ما نقدرش نلوم عليه إنه هو ضايع ضربة جزاء نجم كتير بتعملها فطبيعي إن يبقى زعلان يعني طبعا فرنسا خرجت من البطولة وحشتها شوية طبعا لأنوان التالت معنا النهاردة من الرياضية السعودية طبعا بيتكلم عن المنتخب الإنجليزي بيبحث تحديدا اليوم لفك عقدة كبيرة جدا أمام ألمانيا في الأدوار الإقصائية للبطولات الكبرى يمكن عجز يعني المنتخب عن الإطاحة بألمانيا بعد نهائي 1966 يمكن 55 سنة مش فترة قليلة يعني يمكن سواء في المونديال أو أمم أوروبا شايف إن إنجلتورا قادرة أن هي تفك عقدة 55 سنة؟ والله المطش صعب الفرقتين تقريبا زي بعض عندهم نفس يعني عندهم لعيبة كويسة في كل المراكز ما تقدريش تقولي مين يقدر يكسب ومين ما يقدرش يكسب بس المطش بالنسبة لإنجلترا مهم جدا برضو نفس القصة في ألمانيا ألمانيا بتحاول ترجع بعد مخارجة من كاس العالم 2018 من دور المجموعات إنجلترا برضو عايزة تعمل حاجة بقالها تقريبا يعني هما إنجلترا وألمانيا تقابلوا بعد كاس العالم 66 أربعة مرات في البطولات الكبيرة ألمانيا كسبتهم كلهم إنجلترا ما عارفتش تكسب فبالنسبة لهم عندهم دافع برضو شوية أن هما يكسبوا ويعدوا خصوصا اللي هيكسب من مطش إنجلترا وألمانيا هيبقى الطريق إلى حد ما مفتوح قدامهم أنهما يوصلوا للنهائي اللي هيكسب منهم هيلاعب السويدة أو أوكرانيا فبرضو ده يعني منتخبات أقل شوية من إنجلترا أقل شوية من ألمانيا أيا كان اللي هيكسب فيهم طريقه سهل جدا أنه يوصل للنهائي بعكس مثلا بلجيكا وإيطاليا يعني ماتش ما حدش عارف اللي هيخلص منه احتمالي يقابل أسبانيا فالدنيا صعبة فالفرقتين ممكن إنجلترا يكون عندها فوارق شوية عن ألمانيا بس برضو ما نقدرش نحكم يعني صعب قوي أن أنت تقولي الفرقتين على الورق زي بعض متساويين في كل حاجة يمكن بس مؤخرا ألمانيا الفرقة قليلة شوية بس بدأت تعلم على الوقت إنجلترا برضو عملت متشاة قويسة في دول المجموعات وعندهم مشكلة بس في الأهداف بس ممكن يقدروا يحلوا الأزمة دي ممكن يعني هاركين نفسه طلع بتصريح من كام يوم وقال أنا أنا مستني الأدوار الإقصائية عشان أبدأ تظهر بقى أن أنا أجيب الأهداف ومشايف إيه فالمتش صعب إنجلترا يعني لها أفضلية شوية على الألمانيا أنا شايف كده طيب العنوان الأخير النهاردة معانا من أخبار اليوم يمكن طبعا كان بيتكلم عن أرقام ميسي القياسية في عالم كرة القدم هو تربع يعني على عرش الكرة الأرجنتينية تحديدا بعدما شارك وساهم بفوز بلاده بأربع هداف على بوليفيا في بطولة كاب أمريكا يعني ميسي يمكن عايزين نتكلم عنه شوية لأنه كمان مسيطر على قمة الكرة العالمية يعني يمكن نقول من أكتر من 15 سنة يعني هداف في تاريخ المنتخب الوطني الأرجنتين برسيد 75 هدف والله هو لسه طبعا عنده فرصة أنه يزود كل الكلام ده يعني لسه هيلعب ماتش دور الثمانية قدام الإكوادور فعنده أنه ينفرد أكتر يوسع الرقم بتاعه أكتر ويجيب أهداف أكتر ميسي يعني هو حقق كل حاجة في كرة القدم بس هو محتاج بس يحقق بطولة بس مع المنتخب الأرجنتيني الناس تفتكروا بيها غير كده ميسي يعني ما حدش يقدر يقول عليه أنه هو حاجة قليلة بالعكس ده هو هو ورونالدو سيطر على كرة القدم خلال 15 سنة اللي فاتت خلاص هو برضو بقى في أواخر أيام لعبه يعني ممكن يلعب موسم موسمين وبعد كده ما نلاقيش ميسي فأعتقد أنه هو يحتاج أنه هو يفوز بالبطولة دي عشان يبقى موجود ويبقى بذكرى ليه عمل حاجة مع المنتخب الأرجنتيني بشكرك جدا طبعا نورتنا وشرفتنا على شاشة قناة النادي الأهلي طبعا زي ما انتم شفتوا دي كانت جولتنا الصحفية يعني صباح اليوم من داخل جريت الجمهورية وحورنا طبعا بالتأكيد مع الأستاذ ياسر الشرقاوي الناقد الرياضي بالجمهورية بشكركم جدا الكلمة ليكم مرة أخرى وإحنا بنشكرك يا ماري ونشكر ديفك أجيد وبرافو عليك أن أنت لابسة يعني اركمامة ملتزمة بالإجراءات الاحترازية فعلا برافو عليك وشكرا لك جدا يا سالة كمان على التغطية الخاصة بالنادي الأهلي